موسيقى نعرف من حضرتك ونعرف برضو سيدة المشاهدين عن طبيعة المسابقة وسبب المبادرة كمان طيب الاول يعني ممكن نعزي نفسنا ونعزي المجتمع الشعب المصري كله للفقيد العزيز ونتذكر الشهداء اللي هما بيسمحونا في الفترة دي ان احنا نقول نحنا في مرحلة تحول وتغير وتغيير بتتطلب الاحساس بالمسئولية ازاي ان احنا ممكن يكون في المرحلة دي عندنا القدرة على مش الحلم كحلم مطلق ولكن ازاي نعمل او يتكون لنا خطوات فعالة تسمح لنا بعملية ان احنا نفكر في مستقبل واثق يمكن قبل منقول المسابقة انا بحب دايما اشير ان ده كان نتيجة عمل وجهدي واكتهاد مش مجرد فكرة فجائية وده كان مؤتمر كان في الجامعة البيطانية باسم المدن المتوسطة المستقبلية المستدامة كان من خمسة وعشرين نوفمبر عشر عشر يعني قبل الثورة بشهرين وبعد الثورة دائما وابدا الجميع يتحدث عن دور التعليم والبحث العلمي في عملية الاغذ بالامة من مرحلة لمرحلة وبالتالي لو احنا بنفكر في المرحلة القادمة ان احنا عايزين نفكر فيه بناء حضارة ودايما الواحد بيقول حتى بدايتها ان الحضارة وليدة التحدي لازم نضع امامنا التحديات بس قبل ما نفكر في بناء الحضارة محتاجين نفكر في بنات الحضارة بنات الحضارة دي جزئية مهمة جدا لانك لو لم يتوفر الفرض القادر على بناء الحضارة هنفضل نتحدث ولن يكون العمل فقد يكون الهدف الرئيسي من المسابقة مش المسابقة بحد يعني المسابقة وسيلة وليست هدف بحد ذاته ان احنا من خلال البحث العلمي والاختلاف الديمقراطي الذي يستند على هذا البحث العلمي والتعليم نحنا نجد نقاط جديدة في خارج السندوق احنا عايشين في 5% على مدار 7000 سنة 5% دي 5% ده اللي هما حاولين الوادي زي ما بيهم اللي هي الوادي اه فيه ناس بتقول 6% 5% يعني احنا عموما مرتكزين ده صحيح 5% الجميع يتحدث عن الانتشار الانتشار السكاني الانطلاق الخروج الخروج من الوادي ولكن ليس الخروج خروج الأفكار التي تسمح لهذا الخروج من الوادي الخروج من المرحلة الخروج بأسلوب جديد في تناول وطرح ومنقشة قضايانا والوصول إلى حلول لها هي دي كانت الهدف الرئيسي من المسابقة في المرحلة الأولى بتاعتها الخاصة بها ان احنا من خلال الشباب وتكملهم مع المرجعيات العلم الأساتذة اللي هم من 35 سنة المؤسسات الحكومية هي التخطيط العمراني أكاديمية البحث العلمي الجامعات والمعاهد ورسائل المجلسير والدكتوراه أني نلتف حوالين اختيار نقطة بداية في صحراء مصر 95% لأنها كلها صحراء تتقبل سبل العيش هو لازم يحدد ما معنى كلمة تتقبل سبل العيش توجد في سينة توجد في الصحراء الشرقية في الصحراء الغربية توجد على السواحل المجموعات هي اللي هتقرر المجموعات دي تتألف ده كان سؤالي اللي جاي بقى إزاي بيتم اختيار فريق العمل عشان نأخذ المبادرة وإحنا بنتحدث بكلمة الخروج لما حصل إن إحنا عملنا مبادرة إن إحنا قلنا إن في مسابقة كان لازم يتبحى مع الأحداث اللي حصلة مبادرة الخروج إن إحنا نحاول نوصل فكرة المسابقة لكل ما يتاح إنه يدعونا إن إحنا يبقنا لنا كلمة لتسمع وحقيقة للأمر يعني المسابقة في جامعة أسيوت في جامعة المينيا في جامعة المنصورة في جامعة الإسكندرية لسه كنا في جامعة سينة في المنوفية فحلو جدا تنصيقنا بقى الجامعة البريطانية وبقية جامعة مصر بنقول إن إحنا دعوة بيتصلوا بينا يقولونا طيب إحنا عندنا شباب وطلبة وفي ناس واخدة ماجستير ودكتورها بس أقل من 35 سنة عايزين نستمع في جامعة هين شمس في جامعة القاهرة في الهندسة المطرية في جامعة حلوان في الأزهر كل من دعانا كجامعة بريطانية إن إحنا نحاول ننشر الفكرة كنا بنحاول ننشر الفكرة ولم نكتفي داخل حدود مصر يعني في الأردن في النقابة المهنسيين في الأردن وهتبقى هي بداية مؤتمر هتبقى اسمها بناء التحول في العالم العربي الفكرة بتاعت كيف إن إحنا في مرحلة التحولات دي يكون لنا كلمة في الكويت في كوريا في مؤتمرين ذكرت وفي إيطاليا وفي إنجلترا يعني اللي أنا عايزة أقوله إيه إحنا بنسعى إن إحنا ننشر الفكرة بالدعم اللي هو حادث من الجامعة بإحساسها بمسؤوليتها وبتعام مؤسسة محمد فريد خميس اللي هي فعليا هي اللي بتدي الجوائز اللي خاصة بهذه المصابقة هو ده الرؤية اللي إحنا بنقول قد نقدم لمصر حلقة من حلقات التكامل مع الجهات الأخرى لحد ما نوصل لمرحلة الاستقرار والبناء طب كم فريق اشترك في المصابقة لحد دلوقت إلى الآن اللي مسجلين تعدوا الخمسين فريق الخمسين فريق لما نيجي نقول عادتهم قد إيه إحنا الفريق فكرة في بعض الفرق في عشرين فرد وقد يزيد إحنا أصرينا إن إحنا وإحنا بنشرح كلمة يعني إيه فكرة تشارك إن ممكن في ناس المرجعية تكون إنه هو اختار مثلا سياحة إن هي تبقى نقطة البداية للمحورية للفكرة بتاعته سياحة فمحتاج خبير سياحي وبعدين يحتاج خبير اجتماعي هو مش هيقدر يحدد هي الفكرة اللي بتطلب المشاركة فممكن لحد يوم التسليم في المرحلة الأولى إنه مسبق على مرحلتين يضيف يضيف أفراد وفي المرحلة التانية لما يكتزل المرحلة الأولى يضيف أفراد فإحنا سمنا دي إحنا يهمنا إن كل فكرة اللي هي رقم كودي هيتم عرض فكرتهم منها وهيتم تقييم الفكرة من خلال هذا الرقم الكودي يتشارك فيه لأن إحنا عايزين حتى المرجعيات يعني ممكن فيه أحد أساتزته في الجامعة مرجعية ما يبقاش يعني زي ما هو ممكن ياخد جمال حمدان مرجعية أو فاروق الباز مرجعية أو هيئة التخطيط العمران المرجعية فيه أساتزة أفاضل متحمسين في التخصصات المختلفة إنهم يبقوا مرجعيات بيسندوا الشباب إحنا الهدف من المسابقة إن الكل في واحد يعني هو فيه مسابقات بيبقى دايما الأوحد لأ وتواصل ده مهم جدا بين الأجيال كمان يعني الشباب أكيد محتاجين الخبرة في نفس الوقت تمام يعني ما أنا بقول لحدك فيه مسابقات بيبقى الهدف الأوحد أو التاني أو التالت لكن فيه مسابقة بتبقى الكل في واحد إحنا كلنا بنفكر في خريطة جديدة ورؤية جديدة لمصر فلو تصورنا مصر الخمسة في المية اللي هي في الوادي ثم في الخمسة وتسعين في المية ظهرت خمسين نقطة بداية وظهرت من تحت الفوق يعني جات من الداون أب من شباب هم اللي فكروا فيها وبذلوا فيها مجهود وعندهم استعداد يعني تبقى دي قضية حياتهم يتكملوا بعد كده مع الهيئات المنفذة والحكومية والقطاع الخاص فيحصل هناك هنا النهضة اللي احنا بنتكلم عليها النهضة طيب لو هنتكلم عن مراحل المسابقة حاليا قلتلي المسابقة بتتم على مرحلتين تمام عندنا في المرحلة الأولى ان احنا يعني ايه مجتمع مستدام هي كلمة بدايما بتقال بس هل احنا هنبقى بنعتمد على الكلام السابق وان احنا بنتحدث على الصحرة يعني ايه مشكلتنا مع الصحرة في كثير من المشروعات اللي كانت بتتم بنتعامل مع الصحرة ان احنا بنبني مستوطنات او بنبني سكن وبني نقول ان الناس تبقى تروح بالضبط ونقول ان احنا هناخذوا الصحرة الكلمة مدلول والمنطوق احنا رقونا فتح الصحرة وبقينا عارفين مين البشر اللي هتلعوه لان لو راحلك الشخص اليائس عديم الحيلة واللي هو ما عندوش القدرة على البناء يبقى بدأ من فشل لفشل احنا لازم ننتقي الناس اللي تروح تتحدى انها تروح لازم تبقى صاحبة قضية فالجزء الاول من المسابقة ازاي المجموعات تفكر انها تختار نقطة تتخبل صبل العيش من مرجعات البحث العلمي وتتخيل تصور المجتمع المستدام بقاعدة اقتصادية ومبرات حياة قد تكون زراعية قد تكون صناعية قد تكون تعدينية قد تكون سياحية قد تكون بيئية قد تكون تكملية ممكن تكون قرية وممكن تبقى عاصمة جديدة يعني سايبين المساحة دي كلها لكل مجموعة في القرار قد تكون في سينة قد تكون يعني دي ممطلقة ومحددة في نفس الوقت الجزء الثاني الحقيقة الاجتماعية مين اللي البشر اللي هيروح امتى وازاي وليه لازم انت تفكر في البشر ده انك انت قد تكون انت احد هذه يعني هذه المجموعات كافراد شباب او انت بتفكر ان يطلعوا بعد عشر سنين بعد خمس سنين لازم يؤهلوا انهم يطلعوا ودايما الواحد بيقول في القضية دي ان الفكر الجديد يتطلب عمارة وعمران جديدين من ايام اخناتون اخناتون كان صاحب فكر جديد بواحد الاليحة كان لابد ان يطر طيبة فبنى تل العمالنا بنى عاصمة بنقول ان قسطنطين لما اراد ان يجعل الديانة المسيحية ديانة الدولة الرومانية بعد تلتميث سنة واكثر لم يستطع ان يعلنها في روما فرح بيزنطا في القسطنطينية فخرج نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة جهاد الرسالة 23 سنة كان الموضوع ممكن يبقى سهل يكون فيكون لكن لازم ناخد من العبرة ان مكة احب بلاد الله لله واحب بلاد الله لسيدنا محمد ولكن كان بود الخروج ليثرب التي كانت مكان يتقبل سبل العيش لتصبح المدينة المنورة فتصبح بيته ومسجده حتى لما فتحت مكة مرة أخرى كان ممكن يبقى يعود ويبقى هو خلاص بقى حاكم لا استقر فيها واقام فيها وتوفى فيها واصبحت المدينة لانه هو فتح المدينة واستقر فيها فبمدار بساطة احنا بنقول 80 مليون او 90 مليون اللي عايشين في الوادي لم يعد التسع من المزيد ولابد انها هيحصل الطفان بسميها طفان نوح ايه ونقاط البداية في خريطة مصر 95% هي بمثابة سفينة نوح كل فكرة منها هتبقى المنفذ الذي يمكن منه ان تنطلق كويس مصر الواثقة الوعدة طيب مدى اقبال الشباب على مشروع زي ده مشروع الخروب بالزيد كمير انا اقول لحديدك هي اصلا الشباب هنا عنده طاقة يعني يعني متحفزة وكل واحد فيهم عايز يدور لنفسه انه يبقى انا المسابقة بتدي المساحة دي بتديها من خلال ايه يعني ميدان التحرير له طاقته بس كل واحد اصبح ده ميدان التحرير الخاص به الذي يعبر من خلاله على افكاره منطلقة وهنا بنقول حاجة مهمة جدا وقد تكوني الظروف تسمح هو هنا مش مستني ياخد اذن يعني دايما وابدا يمكن المؤتمر ده حتى كنا بنعمل المؤتمر او بنبادر بفكرة ومستنين حد يتبناها كويس وتنطلق لان المرحلة اللي احنا فيها النهاردة لازم يبقى فيه واقع مسئولية الجامعة البريطانية عندما حددت ان هناك مسابقة الخروج لم تعد تنتظر انها تأخذ الاذن حتى تنطلق هذه الفكرة وكل الشاب هيدخل في المسابقة هو مش منتظر ياخد من الاذن او ياخد من اي حد الاذن هذه فكرته التي يتبناها هو ومجموعته هو رئيس الدولة في النقطة اللي اختارها هو والشباب اللي معاه عجبني جدا مصطلح رئيس الدولة كل واحد في عنا رئيس دولته وكل واحد بحد المكان اللي هو عايز ونقطة بداية ومعاه حكومته التي سستطيع هنا ممكن بقى تتحقق كلمة اللامة مركزية اللي احنا دايما بيقول اللامة مركزية الخمسة في المية لا تسمح باللامة مركزية لكن مع نقاط جديدة تتقبل صبر العيش كل منها ممكن تكون نقطة انطلاق وعدة في خريطة مصر النتيجة بتاعت المسابقة او الجايزة هتكون ايه مصر حددك اللي احنا قلنا الجايزة المسابقة على مرحلتين حتى التحكيم بنحاول نخليه دموقراطية البحث العلمي فيه اللي فيه ست نقاط هيتم التحكيم عليها المجتمع المستدام والانتحديات العلمية اللي هتطلع من المسابقة اللي هتغذى بعد كده الحقيقة الاجتماعية استخدام الطاقات المتجددة يعني كل الافكار دي نقاط مين اللي هيحكمها 30% احنا كجاه منظمة 30% اللي هيحضروا في 22 و23 ابريل لو ربنا دان عمر هي تتسلم 5 ابريل المرحلة الاولى هيكون هيبقى فيه معرض وتحكيم وندوة عشان نشوف احنا فين الافكار اللي هتبقى مطلقة دي نشوفها فين ف30% للخبرة اللي فوق 30 سنة او 35 سنة اللي هيكونوا حاضرين ليهم في حق التصويت ثم فيه 20% للتصويت خارج بالدجتان بالانترنت لان فيه زملاء وعلماء خارج مصر متحفزين ويرغبوا في المشاركة فبيشاركوا بابحثهم ودرساتهم معانا يعني ده اللي احنا معاملينه ان اي حد عنده دراسة شايف انها تتكامل مع الرؤية منفتحين فبنقدر ناخد فكرة الدكتور جمال حمدان الدكتور فاروق الباز واعتراضها بممضوع حمزة عليها بفكرته الجديدة بهاية التخطيط العمراني باي زمين من الزملاء اللي عنده بحثوا دراسات فلو هو حاب يحكم بعد كده الافكار اللي طالعها لو حقا يدخل واهم بقى جزء 20% من التحكيم للمتصابقين نفسهم لانه كل واحد لابد ان يتطلع على افكار زماء وزملاء هتخلص المرحلة دي هتبقى فيه مرحلة تانية بقى اللي هي بنقول عليها شكل السكن المستدام المتاليال بتاعته نوعيته ايه على حسب فكرته والمشروع الايكونيك اللي هو بدأ بيه الفكرة بتاعته اقتصادياتها ايه بتاعتها ايه جودتها ايه عشان يحصل عملية الاستدامة احنا مش عايزين ان احنا رايحين مرحلة مؤقتة للصحرة بنقول فتح الصحرة لمجتمعات مستقرة ده اللي هيحل مشاكل الوادي عندما ينطلق منها بشر ويستقره ممكن بالتبعية نعالج مشاكل الوادي اللي تراقمت على مرحلة فتعود لها الحضارة من اتمنى هذه هي الرؤية يعني قد تكون هي تفاولية ولا بد ان احنا فكر تفاول لا لازم نكون متفاولين ولكن باسلوب عملي طبع ماشي بخطوات بنجود بها بنجاجع البحث العلمي كل الافكار اللي هتطلع هتعادف هتغزى في مراحل التعلمات المختلفة في رسائل المجستير في رسائل الدكتوراه في مشروعات تخرج بالتعاون الدولي مع حقيقات ومؤسسات اخرى في بنك ابداع وافكار وابتكار دكتور احمد يحي الراشد باشكر حديث جدا على وجودك مع النهاردة بتمانا ان شاء الله ان المبادرة تكمل لانها فعلا حاجة مهمة جدا ان احنا نخرج فعلا من الوادي عشان ما نبقاش مدمرجزين في حتة واحدة بس مصر بلد كبيرة وفيها خير كتير وفيها رسورسز كتيرة جدا جدا فبتمنى ان شاء الله المبادرة دي تشوف النور وان شاء الله يكون لين لقاء تاني نكمل مواعدها ان شاء الله يعني هو الخروج مش هيبقى بالاختيار احنا دلوقتي لابد ما نهوش حالتك ده صحيح نشكر حضرتك شكرا بننتقل لفاصل وتقريب بنشوفه من داخل القطاطرقية المصرية وارجعونا المرادرة